بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ملحق في الطب والتداوي بعض ما جاء في التداوي قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي أخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام؟ قال الموت أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن متفق عليه والتلبينة حساء كالحريرة يتخذ من دقيق أو من نخالة سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقصط البحري متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل متفق عليه بعض ما جاء في الرقية رقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سيد قوم اللدغ فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرى فجعل لهم قومه قطيعا من الشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده أخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسترقى من العين متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حما متفق عليه ومن رقيته صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما متفق عليه ومنها امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت متفق عليه ومنها أن يأخذ صلى الله عليه وسلم من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء ثم يتمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في تقريب يكلف في تقريب من سقيمنا 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 اشتركوا في القناة